لوشا وحليمو السيسي مما شهير السوشيال ميديا لنجوم في التلفزيون كاميرات موبايل ومصدر للإضاءة الحاجتين دول كانوا بوابة ناس كتير لتحقيق حلم الشهر كل واحد فيهم داخل وهو عايز الناس كلها تعرفه لكن اللي ما كانش يخطر على بالهم انهم ممكن يبقوا نجوم ويمثلوا بصحيح لوشا وزير الغلامة محمد الشهير بلوش شاف الناس كلها بقت تطلع ترند اللي له لازمة واللي ما لوش فالش معنى ولان حلمه التمثيل من صغره قرر انه ينشر على السوشيال ميديا فيديوهات بيقدم فيها حاجات متخدم من مشاهد فنية فيديو في التاني لو شارك بالترند وبقى زي كل المشاهير اللي بيشوفهم لكن اللي حصل معي ما حصلش مع غيره هي مكالمة تليفون من محمد رمضان نجمه المفضل بيقوله فيها انه عايز مسل معي ومش بس كده ده كمان عايزه يقدم قصة حياته لوشا ما كانش بصدق نفسه طرم الفرحة وحس انه خلاص تقدر قادرة فتحتله محمود السيسي صاحب جلجل في مسلسل مكتوبة علي خد محمود السيسي اول تجربة تمثيل لي ودور صاحب جلجل اللي هو اكرام حسني بطل المسلسل محمود ما كانش ممكن يطلع في دور صاحب البطل في مسلسل كبير زي ده لو ما كانش قدم قبل كده فيديوهاتكم دي كتير وعرفوا الجمهور وحبوا كمان فكان اختيار مخرج المسلسل ليه مضمون هو عارف انه عنده شوية ضحك هيساعدوه يرسم البسمة على وش الجمهور حتى هلا رشدي واللي الكل عارفها دلوقتي على انها مطربة وصوتها حلو ممكن يكونوا نسيوا بدايتها ما خلاص بقت مغنية مشهورة لكن الحقيقة انه هي كمان بدأت بشورها من جوا بيتها والناس الجنينوا على جمال صوتها اللي وصل من جوا قودة نومها لكل من يهمه الامر ومحدش تأخر لحظة في انه يطلحها في البرامج والحفلات لغاية ما دخلت اول تجربة فنية من خلال مكتوب علي ولسه اللي جاي كتير حسين مبروك عطية التيكتاكر حسين نصار من كتر مبارع في تقديم فيديوهات التقليد على التيكتاك وخصوصا فيديوهات الشيخ مبروك عطية بقى خلاص الناس مسميها حسين مبروك عطية ورغم انه كان بيعمل كده من باب الهزار والضحك لكن شهرته الواسع وموهبته الواضحة جدا خلت كتير من المخرجين يستعينوا بيه في اعمال زي مسلسل لقلق الاختيار وفي بيتنا روبوت حليم من فيديوهات المقالب لبطولة المسلسل حليم وامل محدش ما يعرفش المقالب واليوميات اللي بيعرضها ع حليم بركات وامراته امل على السوشيال ميديا دخل للسوشيال ميديا بعد ما فشل كذا مرة انه يدخل معهد التمثيل او يحصل على اي دور في اي فيلم او مسلسل حليم قال لي نفسه هو انا عايزة بقى ممثل ليه مش عشان ابقى مشهور طب خلاص انا هبقى مشهور وبقى يعمل فيديوهات مع امل مرات وفعلا قدر يوصل من خلال الفيديوهات دي اللي فشل يوصله من خلال التمثيل لحد ما حصلت المفاجأة مخرج مسلسل التوص بيكلمه وبيقوله انه عنده دور ليه وبيدخل حليم بسهولة لعالم التمثيل بعد ما ترفض من كل الابواب اللي خبط عليها قبل كده وبيدخل حليم